يعني مثلا على سبيل مثال الصحة قضية الصحة هنشتغل في كم موضوعات في أربع موضوعات رئيسية نمرة واحد التأمين الصحي الشامل نمرة اثنين المنظومة الصحية في مصر تلاتة القوى البشرية من أطباء وتمريد وعملين بقضاء الصحة أربع صنعة الدواء في مصر يبقى دي مثلا موضوعات الصحة وهكذا في التعليم التعليم الفني التعليم الجميع التعليم قبل الجميع التعليم الأجهالي وهكذا يبقى كل موضوع من الموضوعات هيبقى تحتهم موضوعات يعني اللجنة هتشغل على مثلا قضية الصحة تأخذ مثلا القضية السكانية هنتكلم عن معدل نمو سكان بعدك خصائص السكان بعدك توزيع السكان وهكذا فدي هتمشي بالتوازي الحمد لله نتقريبا انتهينا من 90% من الأسماء اللي هتتضع لحضور الحوار ومين الأسماء تتضع لحضور الحوار طبعا في ناس أساسيين وفي ناس يعني إذا ما رغبوا يعني عضوا مجلس الأمناء من حق ويحضر كل الجلسات عظيم إنما مش إلزام برضو الحكومة إذا ما رغبت أو استدعيت برضو إنما الأساسيين المقرر المقرر المساعد الخبراء المتخصصين أصحاب الأوراق اللي قدموا أوراق سواء مشروعات قوانين أو مخترحات بيبقى لهم ويعني دول بيبقى لهم حضور أهل الخبرة يعني مثلا ما أكلم أقول مثلا كنت لسه في اجتماع الوقتي مع عدد مساعدة نقاباء المهنيين على مستوى مصر جلسة تحضرية أنا كنت قاعد معهم من 8 رأساء نقابات مهنية اتفقنا فيما بينهم هيعملوا جلسة لغاء كبير وأنا هحضروا معهم الـ 25 رئيس نقابة مهنية على مستوى مصر دولة هيدعى كلهم يحضروا الحوار الوطني يبقى رئيس كل نقابة مهنية هيحضر اتحاد التعاوني مجلس الدولة التحاد التعاوني يحضروا القضية الخاصة بالتعاونيات الاتحاد العام لعمال مصر يحضر الخاص بالنقابات العملية الجماعيات الاهلية اتحاد العام لجماعيات الاهلية معقولة للاتحاد العام لا موجود ورأسات اتحادات الاجتماعية ورأسات اتحادات النوعان المركزية فطبعا والاضافة ان احنا طبعا يبقى فيه يعني نظام للجلسة على اساس ان احنا هزين نطلع بمخراجات مسألة مش لمكلمة ولا استعراض ولا تشخيص لمسائل المسائل متشخصة ما تستحملش بقى احنا نعد ندخل في جده اه اه وبعدين برضو ما فينا نقاط ما نقولش مش حابق فيه نقاط خلافية فيه طبعا لدينا نقاط خلافية اكيد لانه مناقشة مناقشة واحنا بالتفاقنا على ايه حتى لو لو انتهى الامر بعد المناقشات الواسعة ووصلنا لفيه نقطة خلافية فيه موضوعين مسألا ما ترمتوه وطلعنا برؤيتين وجيتين نظر يطلع وجيتين نظر في خامة الرئيس شكرا على المستوى